السلام عليكم دعونا متفكرين ان رحلة لينكس مش ممتعة وان تعلم لينكس في البداية صعب والموضوع بيبع اصعب واصعب على المعرفتهم قليلة بالكمبيوتر دعونا نقول انك سططت لينكس ورائع زي الفيديو ده وعاوز ترجع لويندوز تاني بتعمل ايه؟ هعمل سلسلة من الفيديوهات عشان الموضوع ده لان انا جالي كومنتات كتير اللي بيطلب مني ان انا اعمل دول بوت ما بين ويندوز ولينكس واللي بيطلب مني ويندوز ولينكس واللي بيطلب مني ازاي يسطب حاجة يلعب عليها جنب لينكس او ازاي يلعب على لينكس فممكن دول بوت يكون حل مناسب بالنسباله ان هو يشاغل ويندوز للالعاب ولينكس يكون هو السيستم الاساسي اللي بيعمل علي شغله والفيديو ده هيكون عن ازاي تعمل فلاشة عليها ويندوز وتكون جاهزة ان انت تبوت عليها من بره لما تيجي تراستر الجهاز بس قبل ما نكمل حط اللايك الجميل ولو اول مرة تشوفني اشتركوا على القناة وعاوز الناس كلها تعمل شير للفيديو عشان يفيد صاحبكم كمان يلا بنا نبدأ اول حاجة عنا نعملها ان احنا نسطى برنامج اسمه وو يو اس بي انا مش عارف النطق بالضبط هو صحة او لا بس هو البرنامج اللي انا اصطبه قدامكو ده خلا نروح على السرش هو ده البرنامج احتمال ما تلقوهش على التوزيعات اللي معتمدة على ديبيان او معتمدة على وبونتو فاقولوك ازاي دلوقتي ان انتو تصطبوه على الحاجات ديات لو ملقتوهش نعمل قبلاي طيب هو البرنامج سطب معنا طيب نروح نفتح البرنامج بس قبل ما تفتح البرنامج اللي لازم تكون انت موصل الفلاشة الاول هو ده البرنامج عندك الفلاشة بتاعتك ايت نختار system file system يعني NTFS ونروح بقى نختار النسخة اللي انت بالفعل لازم تكون حملتها على الجهاز عندك ويندوز 10 وبن انستل ونسيبه بقى لحد ما يخلص خالص هتلاقيه بيمسح كل الحاجات اللي موجودة على الفلاشة وبيسطب الويندوز اللي انت اختارته من جديد لو انت واخد بالك انا عشان عندي مشغل UEFI system فهو من نفسه سطب الويندوز بنظام UEFI اللي هو عكس النظام بتاع بايوس يعني دلوقتي البرتشن بتاعي على الهارد جي بي تي عشان كده لو انت بقى البرتشن تابل بتاعك على الهارد MBR هتلاقيه لوحده من نفسه راح جاي مختار ما يناسب ال MBR وهو البيو سيستم وهيعملك البيوت سيستم بتاع الفلاشة يبوت على سيستم بايوس مش يبوت على ممكن تكون ديميزة للناس المبتدئين وممكن تكون ديعايب للناس المحترفين اللي ممكن يكون عاوزين يحولوا من برتشن تابل شغال بالجي بي تي لبرتشن تابل شغال بالم بي ار او العكس بس يعني هو البرنامج ده في حدود امكانياته انت تقدر تعمل كده ممكن بقت يعني تحاول البرتشن تابل او البيوت سيستم بتاع البرتشن تابل اللي عندك بعدين يعني من خلال برامج مساعدة بتبتسطب على ويندوز ذات نفسه هنسيبه لحد ما يخلص خالص بعد كده نرجع تاني تمام كده البرنامج خلص ونقدر نتأكد ان النسخة متسطبة على الفلاشة ولا لا بالشكل ده بس كده دي كل حاجة النهاردة لو الفيديو شايفينه مفيت شاهره مع صحابكو ولو في اي مشكلة قبلكو او اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وعلى فكرة التعليقات اللي بتجيلي سواء كان الناس اللي بتشجعني هي فعلا بتشجعني والله او اي تعليقات تانية انا برد على التعليقات كلها وباشكركم جدا على الناس اللي بتتفاعل معايا وباذن الله القناة تمد قريب ونكمل الالف مشترك ونكمل الاربع تلقايا في الساعة مشاهدة باشكركم جدا على انكم وصلتوا لاخر الفيديو وباذن الله تبقى وباقي الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هشرح فيها اكتر عن موضوع الدول بوتنج وموضوع ان انت لو سطبت لينكس من البداية ايه الحاجات اللي المفروض ان انت تسطبها و ايه الحاجات اللي المفروض ان انت تتعدلها و ازاي تحسن من شكل لينكس و ازاي تحسن من استخدامك مجموعة الاوامر بتاعتك اللي انت تشتغل بيها في الترمينال احنا لحد دلوقتي ماشتغلناش على الترمينال ولكن انا لما بحتاجها بقول لكم مثلا انساخوا الكود الفلاني من سندوق الوصف فب ازن الله قريب احاول اعمل كل ده دم دم بقى الفخير مع السلامة